أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعاد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس وزراء استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وموصلة الحرص على تعزيز عور التعاون والتنسيق الثنائي الذي وصل إلى مستويات متقدمة خاصة في المجال العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف المنشودة نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الكضيبية اليوم بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق حيث رحب سموه بهم منوها بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين وشعبيهم الشقيقين وأهمية الدفع بها نحو أفاق أرحب على كافة الأصعدة وخلال اللقاء جرى بحث أوجه تعزيز التعاون ثنائي بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى استعراض عدد من المستجدات إقليميا ودوليا من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتطوير مختلف العلاقات البحرينية الباكستانية بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة